مرحب بحضراتكم مرة تانية والحقيقة بعد قرار تحرير سعر الصرف ومجموعة القرارات والسياسات اللي أخذتها الدولة لمحاولة احتواء يعني وضع الجنيه أمام الدولار بالشكل الجيد بدأنا نشوف يعني سعر مختلف في البنوك بمجرد اتخاذ هذا القرار ولكن في الفترة الأخيرة تابعنا الوضع يعني بدأنا نشوف انخفاض انخفاض في السعر بعد ما كان طبعا في سوء سوء ده بأرقام كبيرة بعد ما كان المشهد غريب مش بين له أي تفاصيل ولا أي رقم واضح النهاردة السعر في البنك بيسجل 46.60 أمام الدولار سعر الجنيه أمام الدولار فهذا انخفاض كبير وبالتالي ده اللي يدفعنا نسأل ايه الوضع والمتوقع كمان خلال الفترة اللي جايه هل المتوقع يكون فيه مزيد من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أم المشهد عامل إزاي بشرفنا يكون موجود معينا دكتور سامير رقوف باحث اقتصادي وخبير أسواق المال برحب بيك معنا دكتور أهلا محضركم أستاذ المشاهدين لو تفسر لنا بداية ايه اللي حصل في سعر الصرف احنا شفنا يعني آخر حاجة قرار المركزي بتحرير السعر بناء على العرض والطلب لماذا نهاردة شايفين السعر واصل ل 46.60 احنا امكان لما كان في 30 جنيه وكان السوق السودم بيضارب على 70 جنيه خد القرار وخده من يوم الليلة ما كانش حد متوقع القرار في المعدة اللي حصل ان خلص هو سابه للسوق وابتدى يشغل فيه السوق وابتدت الناس اللي بتدي قرب من السعر للسوق السودة السوق السودة بتدي تنخفض والسعر الرسمي يوصل لقربل 51 جنيه تقريبا ومن ساعتها بتدينا نشوف تدفقات دولارية دخل البنوك من السوق العادي يعني يعني الرقم ده نتيجة التدفقات الدولارية ويمكن لازم نذكر طبعا صفقة رأس الحكمة وحجم الدولار اللي دخل ولا نتيجة تحرير سعر الصرف ام نتيجة ايه تحديده؟ هو سابه العرض والطلب موضوع العرض والطلب بدون تدخل البنك المركزي وتحديد السعر نفسه هو اللي حط السعر ده يعني السوق نفسه هو اللي حط الأسعار الموجودة وبتبتدي تشغل معها قلية العرض والطلب يعني فيه تدفقات دولارية داخلها من الناس كانت قبل رأس الحكمة يعني لمعاها مثلا ألف دولار كان بيروح يحط المبلغ ده في حسابه بيخش له حوالي من 48 إلى 50 ألف جنيه في متواصلة الألف دولار على حسب العرض بقى لما ابتدى يزيد العرض مع الصفقات اللي ابتدت الشغل وصفقة رأس الحكمة ليل اللي احنا كان عندنا انبار احنا يعني يمكن الاسبوع ده احنا خدنا 14 مليار تانين مزبوط وكان قابليها فيه رقم مشابه للرقم ده عشرة عشرة منهم جزء كان في الوداية فالبنك المركزي يفك الوريع دي وابتدأ يدخلها في الحسابات الجارية وبالتالي هنا ابتدأ يحصل عملية نموه في الأصول الأجنبية يعني ابتدأ يكون احتياطي نقدي وابتدأ ان هو يزيد الدولار عندنا يزيد الدولار عندك فابتدأ ان هو يغطي السوق نفسه وابتدأ ينزل السعر معه يضارب معه السعر السوق السوداء وابتدأ ينزله ويخليه ينخفض بالكميات وابتدأ يسيبه للعرض والطلب والقالية النهار ده احنا بنكلم في 46 او اول مرة نشوف رقم 46 ده بعد التعوين ومن هنا ابتدت ان انا ابص على ازاي اكون الاحتياطي النقدي بتاعي بطرق وقاليات اخرى غير موضوع التدفقات اللي كانت بيتيجي من المصادر قد يحصل فيها خلل يعني النهاردة انا عندي خلل في المصادر الرئاسية اللي هي زي قناة سويس ده انخفض بشكل كبير جدا ونهاردة التقارير الدولية بتقول ان احنا بنتكلم فيه من 40 ل 50% انخفاض وبالتالي انت بتكلمي في 10 مليار النهاردة ده خلك ما يقرب من 5 مليار لكن ابتدت من جهة اخرى ناحية السياحة التقارير برضو اخر تقارير من 3 شهور الاولانين للسنة بنتكلم فيه 4 و 3 من 10 تقريبا مليار يعني احنا بنتكلم على اجمالي فيه 4-4 حوالي 16 مليار فانت كان عندك السنة اللي فاتت قرب ال 14 مليار فازده ب 2 مليار فانت بتعود جزء من من اللي راح في قناة سويس زائد ان انت بتبتدي يعني احنا شفنا كان الفتاح من رئيس بقاله اسبوع بيتكلم على موضوع المشروعات اللي هي المشروعات القومية في مجالات الزراعة وبيقول ان فيه حاجات اهم يمكن من يعني زراعة الامح وان فيما حصل بتجيب فلوس اكتر من الامح فهو يقدر يستورد امح من حتة او من مكان معين ويكون فيه تدفقات اكبر من محصول بيتباعها وفيه شركات بالفعل بتدت تدخل فيه الموضوع دوت وبتدت تطور الصناعة بتاعت الزراعة وفيه شركات بتعمل كيمة مضافة يعني ما بيطلعش الفكهة بصورها العادية يطلعها مثلا عصاير يطلعها باشكال اخرى مرباط مثلا وبيغطي اسواق تانية فده بيدي قيمة مضافة اللي اقمت الصناعة على ذكر الصناعة يعني ان العجلة تدور مرة تانية عجلة الانتاج ونزود اكتر من الصناعات المصرية شكل الطلب بقى عامل ازاي على الدولار في الفترة الاخيرة بعد ما بقى من خلال القنوات الرسمية او من خلال البنوك احنا عارفين ان كان فيه فترة البعض بيلجأ للسوق الموازي او السوق السوداء فبما انه حاليا اصبح محرر للعرض والطلب الطلب بقى عامل ازاي في الفترة الاخيرة هو موجود طلب يعني الطلب اللي ما هو موجود لكن هو دلوقتي الموضوع في الوفرة اللي خلالك ده اللي اختلف ده اللي اختلف لكن هي السلعة نفسها الناس كانت بتضارب على السلعة يعني الموضوع الاسعار نفسها السعر نفسه انت النهاردة كنت بتجيبه 30 جنيه اللي كانت في البنوك دي متصعر بيها المنافس الجمركية وحضرات كنت بتروح تدور على الدولار كنت بتاخله ب70 جنيه فانت الوحدة نفسها بتتكلف 100 جنيه النهاردة برضو هي بتتكلف 100 جنيه لان حركة السعر الرسمي في البنوك بقى قرب 50 جنيه وسعر المنفذ الجمركي قرب 50 جنيه فسعر السلعة نفسه منزلش لكن اللي نزل المضاربات اللي كانت عليها المضاربات هي وكان مضاربات عنيفة ووفر برايز بشكل كبير جد ومبالغ فيه يعني ما كانش بشكل طبيعي فده اللي نزل عشان كده المواطن حسب فرق في بعض السلع ووضحة بتدت تبان فيه حاجات اللي هي زي الحديد الحديد نزل بينزل بشكل تدريجي والناس شايف أرقام كبيرة فيه يعني أول هبوط كان 6000 جنيه وبعدين نزل الطن بينزل ب 6000 جنيه ده معناها أنت بتنزل بأكتر من 10% من السعر فده كان متصعر بكام طيب يعني إذن إحنا شايفين الهبوط في عدة اتجاهات في الحاجات اللي كان فيها مبالغة كبيرة زي الحديد طيب سعر الصار في نفسه دلوقتي السعر وصل ل 46.60 إرش متوقع يستقر عند الرقم ده ولا ممكن يكون فيه هبوط أكتر طالما فيه وفره وطالما متوفر هيبتدي ينزل تدريجيا لأن الطلب هيبقى من خلال القناة الرسمية فمن التالي ما فيهش في الأسواق أن انت بتضرب عليه لكن لو حصل خلل في القطاع المصرفي هيبتدي يحصل نموه تاني للسوق الموازي وبالتالي هو ده اللي المفروض الحكومة أو الدولة تاخد بالها منه لأن عدم وفرته هو اللي عمل خلق المشكلة دي أو قرارات خطأ ممكن تتاخد تخلق مشكلة أكبر وبالتالي هنا لازم بقى فيه توازن في القرارات لأن الموضوع ده يقيم ما نفضل في سبات وننزل تحت 45 جنيه تقريبا يعني المفروض أن احنا بيجي لك تدفقات منتظمة وفيه صفقات وفيه يعني مشروعات بتتعامل إنها تقدر تعمل نمو وتقدر تعمل أعمليات تصدير وتجيب بعملة أجنبية غير المصادر الموجودة حاليا أو التقليدية وبالتالي هيبقى فيه نمو فيه الاحتياط النعدي بتاعك وتكوينه هو اللي هيقدر لساعدك فيه الأزمات أو الصدمات اللي بتحصل فيه لأقتصاد العالمي إذن فيه علاقة واضحة ما بين زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي عندنا وما بين سعر الصرف يعني كل ما زايد الاحتياط الخاص بي كل ما سعر الصرف أصبح مستقر أكتر ده طبعا هنا بتشغل قليلة العرض والطلب طول ما أنا بطلب كمستورد أو كعميل للبنك وبعرف البنك قادر أنه يغطي احتياجاتي من سعر الصرف ده أنا خلاص قريدي هطلع لي على السوق الموازي أو أن أنا أجيب دولار أغلى من سعر البنك طيب شفت زيادة الاحتياط النقدي في الفترة الأخيرة يا أستاذ دكتور سمير ووضح لنا برضو إيه اللي خلينا نقول أن احنا ممكن نقصر الـ 45 فيما أقل لي هل في رقم معين محتاجين نوصل لي وبالتالي نشوف هبوط الدولار أمام الجنيه إحنا كنا بنتكلم في 36 مليار تقريباً الاحتياطي للنقدي النهاردة يعني يمكن حد إبريل يعني نهاية إبريل بنتكلم على 41 مليار فالاحتياطي للنقدي بتاعك تقريباً زيت حوالي 4.8 من 10 تقريباً ورقم ده كان بقى لنا سنين ما وصلناش لي من 2020 يعني تقريباً يعني من أزم كورونا وده من تدفقات اللي هي ما يسمع بالهوتماني والاقتصاد على فكرة الهوتماني ده برضو عشان الناس تبقى فهمها ده مش حاجة سيئة في الاقتصاد الأموال السخينة ده الأموال السخينة دي بتمول عجل الدين أو عجل وانت بتبقى محتاجها وبتشغل عليها ان انت في دول بتشغل انها تستقطب الأموال ديت التخوف كله دكتور هي فكرة الاعتماد على الأموال السخينة بعد أزمة روسيا أوكرانيا وما شفنا لما يعني حصل رافع لسعر الفايدة في الفيدرالي والكلام ده كله خرج الأموال دي بأرقام كبيرة جداً من الاقتصاد المصري وقصر عليها بشكل كبير 22 مليار خرجوا تقريباً مرة واحدة وطبعاً ده كان ليه تأثير كبير على الاقتصاد ما هو احنا المشكلة ان احنا قد نقرر خطأ يعني هو كان مشكلة 22 مليار خرجوا بسبب موضوع قزمة البحر الأسمالية في البورس هبوط البورس هاي اللي خرج الأرقام دي النهاردة يعني هنرجع لنفس القصة دي احنا شرحناها قبل كده لكن هي القصة جاية ان انت خدت قرار خطأ مش مشكلة انها طلع كان هيطلع مش هيطلع الأرقام دي للإقتصاد الأمريكي ولا يروح يضارب هناك لان انت بتدي أصلاً فايدة مرتفعة بس بالمقارنة بالفدرالي انت بتدي 6% هو الفدرالي بيديك 6% انت كنت بتدي له 20% و18% انت بتدي فايدة مرتفعة وبعدين هو لو هيطلع هيطلع على تركيا أو الأرجنتين تركيا بتدي 50% النهاردة الأرجنتين بتدي 80% فانت النهاردة بتدي 28% بالنسبة لهم أرقام أقل كتير جداً انت عندك اقتصاد ديناميكي مستمر الاقتصاد بتاعك جيد لكن انت بتوظفه ازاي او بتحط قرار خطأ في حتة معينة بيعملك مشكلة في قناة أخرى كان ايه القرار الخاطئ وقتها اللي استدعى خروج 22 مليار القرار ضربة الأرباح الأسمالي البورصة هبطت بشكل عنيف جداً خرجت الأموال الساخنة معظم الأموال الساخنة حوالي 17 مليار تقريباً من البورصة وبالتالي البنك المركزي ما كانش عنده انه يطلع على الرقم ده وبيصفوا معها الداخل يعني الحاجات اللي هي داخل الاقتصاد فبيطلع أرقام أقل بكتير من البورصات وبالتالي خرجت الأرقام دي على أسواق تانية اللي حواليك والأسواق المنافسة لك إذن هل يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر للعملة الصعبة؟ يمكن اعتمادها لتمويل مشروعات يعني أنا بستقطبها عشان أمون مشروع أبتدي أبني به يعني امبراطورية قرصادية في الصناعة في الزراعة وده الأساس بتاعي وأبتدي أشغل مع الأدوات المالية يعني التمويل من الأدوات المالية ده يزود يخلي المشروعات أو الفلوس دي قاعدة عندي لفترات أطول وبالتالي هنا أنا بحافظ على تكوين الاحتياط النقدي بتاعي وبحافظ على اقتصادي وبتدي أعمله عملية نمو وبالتالي أنا ألاقي فيه مصادر دخل أخرى لما تيجي الأموال الساخنة دي تخرج مش هتخرج بالعمف اللي خرجت منه لما تيجي الفلوس أي فلوس هتخرج من عندي هتبقى بالشكل الديناميكين يعني أنا مثلا دخلت معايا مليون دولار النهاردة بحطهم في مشروع عامل حزبتي أن أنا هطلع بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين خلاص بقى أنا هيطلع عندي مجموعة من المشروعات معروفة بقى عامل لها حسابها في الفترة دي لكن مش بتبقى بالعمف وكله بيبيع مرة واحدة وبيحصل حالة هسترية وأنه كله بيخرج لكن كمان وزير المالية كان يتصريح بخصوص الأموال الساخنة تحديدا وقال أن مش هيتم الاعتماد عليها زي الفترات السابقة لأن يعني بشكل صريح نتعلمنا الدرس بعد اللي حصل عقب أزمة روسيا أوكرانيا يعني هو وزير المالية تصريحاته ري يعني هو يعني يفسره هو لكن الأموال الساخنة هي جلق موجود في الاقتصاد حضرك مش عايده أو عايده ده موجود يما بتشغل في الاقتصاد العالمي يما انت براه مش عايده خلاص مش هجيلك يعني أنا الراجل معي فلوس هوت ماني مش عايد شاف الاقتصاد ده بيحاربوا الهوت ماني أو بيحاربوا هذا الكلام خلاص لكن الفترة الأخيرة يعني احنا بنتكلم من ساعة التعويم حتى النهاردة داخل حوالي من 14 ل 16 تقريبا مليار في الاقتصاد المصري من الهوت ماني فقط في الأشهر الأخيرة بس حوالي احنا بنتكلم في شهر ونص تقريبا أو شهرين من مارس لحد النهاردة داخل حوالي 14 مليار في الفترة الأخيرة دي في الأدوات والمالية وزون الدين والحاجات فانت حارك الاقتصاد اللي مش عايد الكلام ده خلاص انا هخرج منك ومش هرجع لك تاني خلاص بيحاربوا هل نقدر نقول ان احنا خلاص تخطينا أزمة العملة الأجنبية في مصر يعني نقدر نقول خلاص خرجنا من عنق الزجاجة الخاص بهذه الأزمة احنا يعني علجنا مشكلة الحساب الجاري يعني انا عندي فلوس قادر ان انا اشتغل بيها وتبقى فيه ديناميكية لكن مشكلة الدين العام نفسها لا دي مشكلة كبيرة لان انت بتكلم مديون تقريبا بـ 164 مليار منهم 14 مليار لسا ندوء ان دول عامللك مشكلة وعمللك القلق كله لكن فيه 150 مليار تاني في حاجات تاني فالتكوين بتاع الدين ده لازم يعلن ويعلن كل جهة لها ايه عندك وكل طريقة للسداد هتكون ازاي لان دي دي مشكلة كبيرة انت لو ما سددتش فيه عقوبات دولية وفيه حاجات بتخش فيها وبتروح نادي باريس هيكلك الديون ديت وبيرجع يعيد معاك الاقتصاد دوت واحنا شايفين قزمة كبيرة جدا في الارجنتين النهاردة ان فيه تقشف بشكل كبير يعني المرحلة بتاعت الارجنتين دي مرحلة عنيف هو انت صندوق النقد مدين الارجنتين عملوا مشكلة فانت اخلص من صندوق النقد وبعد كده بقيت الدائنين ممكن تتكلم معاهم في حاجات اخر يبتدوا ياخدوا مشاريع استثمارية يبتدوا يناشط اقتصاد يبتدوا ياخد اراضي ويعمل لها عملية تنمية زي ما حصل في مشروع رأس الحكمة طيب بمناسبة كلامنا عن الديون فيه تصريحات لبعض المسؤولين بيتقال فيها ان احنا هنستغل اموال رأس الحكمة والعائد الخاص بيها في ان احنا نقلل من الدين الخاص بالدولة المصرية خيرا اقول ده كمان كان توجيه كبير من الرئيس السيسي ان يكون فيه تخفيض للدين فهل بتجد ان فيه امكانية لتنفيذ ذلك وان فعلا صفقة رأس الحكمة قابلة على خافض دين الدولة المصرية الصناعة والتجارة عند خط الفلوس هتبني بها طرق وكباري وتحطها في البنية التحتية ده جول الدولة لكن انا عندي مشروعات متوقفة انتاجية انا عندي مصانع متوقفة دي لازم ادخ فيها فلوس شركات متوقفة ادخ فيها فلوس مش بحط كله يعني اعتقد ان الحكومة تعلمت الدرس ده بشكل كبير وابتدت انها حتى كمان تدور على المشروعات الزراعية لان هي دي الاساس في عملية التنمية وبالتالي هيبقى معاها قطاعات اخرى هتقوم لان القيمة المضافة والمشروعات الصناعية دي كلها هتبتدي الشغل برضو فيه الجزئي بتاعة الطاقة العالم كله بيدور على جزء الطاقة النهاردة وانت عندك مشروعات يعني عندك اكتشافات كبيرة جدا في اكتشافات الطاقة وعندك مشروعات في البنية التحتية في الجزء بتاع الرياح والطاقة الجديدة والطاقة الشمسية يعني عندنا مشروع بين بال وكنا بنتكلم على مشروع من كام يوم اتمضى عقد في سهاج لمشروعات الطاقة بتاعة الرياح وبالتالي انت عندك تنوع كبير في مصادر الطاقة فانت تقدر تستغلها ازاي وان انت تدخل معاك القطاع الخاص وتدخل معاك ويمكن دهدف كمان الدولة الفترة الحالية انه يدخل القطاع الخاص صحيح في المشروعات ده عشان جزء التمويل لان الدولة احنا عندنا فصل ضرعة الملكية يعني بتكلم في هي بتدير وبتمتلك فهي عندها هتجيب قطاعات تطرحها للمستثمرين وفقا لوثقة الدولة اللي كانت اعلنت عندها سيدة وزيرة التخطيط انه هيتم الطرح لمستثمرين ومستثمرين عرب واجانب ومصريين وهذا المنافسة لا تتكلم انا هدير ازاي وبالتالي هيبقى فيه عوائد اكبر لان خلاص هو مش هينشغل بالادارة هو هينشغل بالملكية فقط انا بمتلك والمركت شير بتاعها هيبقى ديه ده المفروض بقى هيتم الاعلان عنه الفترة اللي جاية يعني فكرة ادارة الاموال او ادارة الدخل الى الدولة المصرية من النقد الاجنبي ممكن جزء منه يروح للدين جزء منه اخر يروح لمشروعات احنا قادرين نشوف المكاسب والارباح الخاصة بيها وازاي هتخدم الاقتصاد المصري فاحنا بحتاجين يكون فيه ادارة وعية وحكيم ده جزء السبعينيات يعني كانت مارجرت تتشار فيه يعني الرئاس للزرعة البريطانية هي اللي كانت عملت المنهج دوت وابتدأ العالم كله كانت حرر منه فاحنا جاينا من اخر جدا بس يعني احنا جينا خلاص احنا ان في الموضوع لكن احنا ازاي ان انا ابقى انا مالك وفي نفس الوقت انا ما بدرش وبيجيلي ربح فهو ده مفروض اخلق مصادر جديدة كمان لخزنت الدولة وبالتالي هنا ازاي بقى هعمل الديناميكية ديت مع المستثمرين وان هم يدخوا المشروعات وكل المستثمر هيبقى عارف بيعمل ايه يعني يعني النهاردة مثلا لما رحت السيمينز عشان تعملي مشروعات الكهرباء وهي عارفة هي بتعمل ايه فانا بمتلك وهو بيدير وهو ليه جزء من الشير في المحطات اللي اتعاملت وبالتالي هنا ازاي الديناميكية ديت الشغل طيب احنا غنينا نكلم شوية على عمليات بيع العملة الاجنبية خاصة ان احنا سمعنا عن ان هيكون فيه من قبل الهيئة العمرانية الى البنك المركزي عايزين نفهم القصة دي ويعني ايه بيع عملة اجنبية ما بين جهتين هو الهيئة المجتمعات العمرانية عندها اراضي هي تمتلك الاراضي اللي هي مش بتاعت حد يعني بتاعت الدولة وهي المسؤولة عنها فهي بتبيع الاراضي ديت لمستثمرين او بتبعها لشركات وعندها جزء كان متبع للمصريين في الخارج والشركات الاجنبية اللي هي بتيجي بتسدد بالدولار وبالتالي هي تكونت حوالي 15 مليار دولار فالبنك المركزي المفروض ان هي جهة تحت وزارة المالية فوزارة المالية بتتعوضها بالسعر الرسمي للدولار وبتاخد الفلوس دي تحطها في الاحتياط الناق دي بتاع البنك المركزي عشان تغطي فجوة الدين الفجوة الدولارية بتاعت الاصول الاجنبية اللي هي اللي هي بقدر ان انا اسدد منها جزء من الحصيلة دي للدائنين اللي هي الدائنين الخارج وبالتالي هنا بيعالج جزء من المصادر يعني المفروض ان كل هيئات بقى اللي هي موجودة هتعمل المفروض انها هتعمل كده وان كل ده بيدخل فيه الموازنة العامة للدولة واي مصدر اجنبي بيبتدي ان انا اسدد منه الدين لكن هي بيتبقى عندها جزء بسيط لاحتياجاتها يعني بيحط لها جزء في ميزانياتها لقد تتطلب تستورد معدات او سلع من بره وتبقى مسؤولة وزارة المالية في توفير لو هي ما عندهاش في توفير هذا الجزء من يعني اسعار الحاجات اللي هي بتيجي من بره لو هي احتاجت مستلزمات مستلزمات احنا كمان سمعنا يعني بمناسبة كلامنا على سداد يعني اموال لبعض الجهات والكلام ده كله توجه الحكومة ان هي برضو تسدد من ديون لبعض الشركات الاجنبية او يعني اموال مستحقة لبعض الشركات الاجنبية الموجودة في الاقتصاد المصري بتشوف ازاي ده هيكون برضو ليه تأثير ايجابي على الاوضاع خلال الفترة اللي جاية من ثقة في يعني بيئة العمل داخل مصر ومن محاولة بقى الاستمرار في توسيع النشوط الاقتصادي الخاص بي الشركات الاجنبية طبعا هي بتبقى داخلة في مشروعات في مصر دي بيبقى ليها بتحول جزء من الارباح بتاعتها كل فترة او لو بتتخارج بشكل كامل بتتحول فلوسها بالطريقة دي الدولة بتحول لما بتوفر الدولار او كان عندها طبعا الفترة اللي كان فيها مشكلة كانت وقفة الموضوع ده او التحولات كان عندها مشكلة فيه فلما توفر دولار بتدت ان هي تبعت يا جماعة انتوا عايزين او الشركات انتوا عايزين ايه وبتبتدي انها تحول اجزاء من الارباح للشركات دي للشركات الامة في الدول الاجنبية وبالتالي هنا ده بيشجع بقى يعني بيبتدي حسن صورة وبتدي يشجع ناس جديدة تدخل فيه يعني الاقتصاد الداخلي ويبتدي ان هو يحول اموال من بر عشان يبتدي يستثمر طالما المشكلة في الحساب الجاري بتدت تتحل وهنا ده بيقول الحرك عليه ان الحساب الجاري ده هو واحد من اهم المكونات في الاقتصاد اللي الدولة ممكن تعتمد عليها ان هي تسد منها يعني التزاماتها الدولارية وبالتالي هنا مصادر الاخرى لما تتخلق وتبتدي تشغل وان احنا يبقى عندنا الاقتصاد قوي ومارن في نفس الوقت وقراراته منضبطة هتكون افضل للجميع يعني وللدولة اذا في دوق كل هذا الكلام وفي دوق كمان التصنيفات الاخيرة بالنسبة الاقتصاد المصري من الجهات الدولية اللي كانت نظرتها سلبية لوضع الاقتصاد البداية تتغير الى مستقر وايجابي شايف ازاي اوضعنا الاقتصادية دكتور خلال الفترة اللي جاي يعني احنا عندنا التصنيف اتخذنا من التصنيف مستقر واربع بنوك بعديها بحوالي اسبوع تقريبا كانوا رفع التصنيف الاقتماني بتاعهم وبالتالي هنا الاداء الاقتصادي نفسه وفقا للتقارير الدولية بيقول ان انت قادر ان انت تكمل وان انت في مرحلة ان انت يعني محتاج ان انت تزود داخلك من المصار الاخرى لكن انت عندك اداء جيد فانت قراراتك هي اللي هتبقى الفترة اللي جاي لسه برضو في الضبابية في الاقتصاد العالمي واحنا يمكن كنا تكلمنا محرك على القصة دي واحنا التقارير الدولية بنتكلم على الحد 26 يعني الحد 26 في هذه الازمة في الضبابية في الضبابية التقارير ده كان طالع في 22 كنا كان عملنا حلقة محرك معاه في الموضوع ده فاحنا لسه الحد 26 ابتدت انفراجة تباين حتى في الاقتصاد الاوروبي النهاردة يمكن بيتكلموا على الاقتصاد البرطاني فاحنا يعني يا دوبك كده بنشم نفسنا زي ما بنقول يعني نكمل وبالراحة قوي لان الناس مستعجلة لكن وفعلا معهم حق لكن احنا عندنا مشاكل داخلية ومشاكل خارجية احنا بنحاول نتغلب عن مشاكل داخلية الخارجية دي محدش هيعرف يتغلب عليها غير بالتكتلات تمام نتمنى طبعا الافضل ونتمنى ان يكون اقتصادنا بيتحسن ونكون من خلال التجارة بالسبقى عرفنا ازاي ممكن ندير الموقف في الظل كل الازمات سواء داخلية او خارجية شكرا جزيلا دكتور سمير رقوف الباحث في الاقتصاد وخبير اسواق المال شرفتنا نورتنا شكرا نحاولتك مشاهدين لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نستكمل باقي فقراتنا الحوارية استنون موسيقى